اشتركوا في القناة تنبيهات لتلاوية صحيحة أن تتابع من المصحف لماذا؟ لتتعرف على الحروف وعلى حركاتها وكذلك على رموز المصحف أيضا حال قراءة للآيات أن تركز تركيزا على كيفية النطق وإخراج الحرف أيضا أن تقرأ بتأني عند تطبيق الآيات ولا تستعجل في التلاوة وليكن همك ماذا؟ الإتقان وليس للسعجال والانتهاء أيضا تنتبه للعلامات التي درستها وكذلك أحكام التجويد ومن تلك العلامات هذه علامة ماذا؟ نعم السكون وهي دليل على ماذا؟ على أن الحرف مظهر وانتبه لهذه العلامة أيضا هذه علامة ماذا؟ نعم الألف دليل أن هناك ألف تمد ألف وهذه علامة ماذا؟ نعم علامة المد تأتي فوق الألف أو الوا أو اليا هذه ماذا؟ نايضا ميم مشددة وهذه أيضا نون مشددة ماذا تفعل معها؟ أخذتها في التجويد نعم تغنها بمقدار حركتين تعطيها حقها من الغنة ثم إن وهذه العلامة الميم نعم علامة القلب أو الإقلاب ماذا تقلب؟ تقلب هذه النون ميما وتقلب هذه التنوين ميما فانتبه لهذه العلامات وهذه العلامة ماذا؟ نعم علامة نهاية الآية فتقرأ فإذا وصلت إلى هذه العلامة تقف وتأخذ نفس ثم تكمل ما بعد ولا تصل آية بآية وانتبه لهذه العلامات التي أخذتها علامات ماذا؟ الوقف صلة قلة الجيم إذا وصلت عندها تقف وتأخذ نفس ثم تكمل الكلمة التي بعدها الآن سنأخذ بعض الكلمات في هذه السورة أحضر الكلمة الأولى عندنا لاحظوا لي ماذا عليها؟ فتحة فتحركها وهذه ألف يا عبادية يا عبادية يا عبادية لا تقول يا عبادي هذه ليست مدية هذه متحركة يا عبادية قل يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادية يا عبادية الكلمة التي بعدها لاحظوا الآن نساكن بعد هراء ما الحكم؟ إدغام بلا غنى أحسنت ماذا تفعل بالنون؟ نعم تحذفها لا تنطقها فتنطق ميم؟ مكسورة بعد هراء من رحمة الله من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله من رحمة الله من رحمة لاحظوا هذه الياء ماذا عليها؟ نعم فتحة كيف تقرأها؟ يأتيكم يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يأتيكم يأتي يأتي لاحظوا هنا أيضا عبادية يأتي نفس النطق لاحظوا هذه ماذا؟ ألف أو يا نعم ألف كيف عرفنا؟ وجود الألف الصغيرة هنا فتقرأ هذه يا يا حسرة يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط يا حسرة لاحظوا الآن هذه العلامة الميم فوق النون تدل على ماذا؟ نعم قلب أو إقلاب هذه النون إلى ميم فتقول جنبي جنب 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 أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله في جنب الله جنب الله لأن نقلب الصفحة لاحظوا هذه الكلمة كذبوا 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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كذبوا 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 لاحظة الكلمة أيضا ماذا؟ مسودة مسودة لاحظوا السكون مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مسودة لاحظوا السين ماذا عليها؟ مشددة مضمومة يمسهم يمسهم لا يمسهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يمسهم السوء لاحظوا الآن كيف تقرأ هذه؟ لاحظوا الآن هنا علامة مد وهنا مد وهنا ماذا نون مشددة استمع كيف أقرأها؟ تأمروني أعبد تأمروني أعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون تأمروني أعبد تأمروني أعبد لاحظوا الآن تنوين بعد باء ما الحكم؟ أحسنتم إقلاب والدليل وجود الميم عند إحدى حركات التنوين مطويات بيمينه مطويات بيمينه كيف تفعل ذلك؟ تضم التاء ثم تأتي بميم مطويات بيمينه الصفحة التي بعدها لاحظوا هذه العلامة دائرة مستديرة تدل أن ماذا؟ هذه ليست علامة سكون إنما الحرف يكتب ولا ينطق نعم فتقرأ الجيم وبعدها يا بدون هذه الألف كيف أقرأها؟ وجيئة وجيئة بدون الألف هذه الألف تكتب ولا تنطق مثل هذه الكلمة لاحظ كفروا واو وهذه الألف تكتب ولا تنطق إذن ننتبه لهذه فتقرأها كيف؟ ووضع الكتاب وجيئة بالنبيين والشهداء وجيئة وجيئة لاحظوا هذه الكلمة زمرا زمرا لذلك سميت هذه السورة سورة الزمر زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا لاحظوا الآن ياء ثم همزة ساكنة ثم التاء مكسورة بدون ياء هنا يأتكم يأتكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يأتكم لا تقل يأتي لا يوجد ياء هنا إنما قل يأتكم في الأسفل لاحظوا خزنتها ومرت أيضا قبل وقال لهم خزنتها 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 الآن طبتم ف ما الحكم هذا الظهار شفوا لا بد أن تحقق وتظهر هذه الميم والعلامة وجود ماذا السكون وأنتم أخذتم أن وجود السكون دليل على ماذا أن الحرف مظهر طبتم فدخلوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين طبتم فدخلوها لاحظوا نتبوأ نتبوأ الواو شدد مفتوحة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ نتبوأ لاحظوا هذه الكلمة العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين العاملين آخر سورة وآخر كلمة وقضي بينهم بالحق هذه الميم لا يوجد فوقها سكون إذن إخفاء ميم ساكنة بعد هباء إخفاء بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق انتهينا من الكلمات الآن نقرأ آخر السورة من الآية 71 وسيقى الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الآن بعد أن تدربنا على بعض الكلمات وقرأنا جزءا من الآيات عليك الآن أن تعيد المقطع وتتدرب مرة أخرى ثم تستمع إلى قارئ متقن ثم تقرأ بتأني أسأل الله لك التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبيه محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر